موسيقى بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين أبناء الأحباء أبناء الكهنة الأفاضل والشمامسة والخدام الأمناء وشعب برشيد سيدني أحب أن أهنئكم بعيد القيامة المجيد 28 أبريل 2019 وأحب أن أواصل معكم رسالتي لعيد القيامة لهذا العام التي سوف تكون مواصلة لرسالتي لعيد القيامة سنة 2018 الحقيقة في سنة 2018 اتكلمت معكم عن موضوع قيامة السيد المسيح هي فرح ومسؤولية دائمة للكنيسة المقدسة على مر الأجيال النهاردة بنعمة ربنا سنكمل شرح الأعمال المستمرة لقيامة السيد المسيح لهو المجد من بين الأموات في سلاسة مجالات في غاية الأهمية وهي المجال الأول أن قيامة السيد المسيح لهو المجد هي استمرار لحياتنا الروحية القوية في كل أيام حياتنا على الأرض المبدأ الثاني أو البعد الثاني أن قيامة السيد المسيح لهو المجد هي جهادنا المستمر والمبدأ الثالث والأخير أن قيامة السيد المسيح لهو المجد هي إسرارنا على عدم الخوف من الموت بالنسبة للمبدأ الأول أن قيامة السيد المسيح لهو المجد هي استمرار لحياتنا الروحية القوية في كل أيام حياتنا على الأرض الحقيقة أن قيامة السيد المسيح لهو المجد هي امتداد لغذائنا الروحي المتزايد الذي نكتسبه في حياتنا وبالأكثر خلال أسبوع الألام في أسبوع الألام نحن اكتسبنا جرعة روحية كبيرة جدا وبنفس المقياس ده عايزين بالمومنتم ده وبالعزم ده نستمر بها في الخمسين المقدسة وكل أيام حياتنا مش الخمسين بس لا كل أيام حياتنا حتى نستطيع تكون حياتنا الروحية دائما في نمو في أسبوع الألام وبذات بعض الأيام زي الجمعة العظيمة بنقضي 12 ساعة في اليوم فأنا بطلب من أبناء الأحباء أن الجرعات الروحية دي اللي أخذناها في أسبوع الألام تستمر معنا في حياتنا الروحية كل أيام حياتنا والحقيقة معلمنا بوليس الرسول في رسالته لكلوسي أصحاح 6 آية 2 بيقول فكما قبلتم من مسيح يسوع الرب اسلكه فيه زي ما قبلنا الرب يسوع في أسبوع الألام نسلك في نفس الرب يسوع المسيح في الخمسين المقدسة وكل أيام حياتنا فيجب أن لا نحمل صلاة المزامير في الخمسين المقدسة وطبعا حضور الأدسات وكل وسائط النعمة وأسرار الكنيسة السبعة النوت الثاني أن قيامة السيد المسيح لو المجد هي يقظة مستمرة أو جهاد مستمر حتى لو كانت حياتنا الروحية قوية مع سنة الجرعة اللي أخذناها في أسبوع الألام واستمرنا بها في الخمسين المقدسة واستمرنا بها طول حياتنا حتى لو كنا قوياء لأننا احتفظنا بقوة روح وسبوع الألام إلا أننا سوف نكون معرضين يا حباي إلى أشياء يمكن أن تقودنا إلى طرق خاطئة إذن فعلينا أن نجاهد في جميع معاملاتنا وتصرفاتنا وسلوكنا وأفعالنا فإن القديس بوليس الرسول شبه قيامة السيد المسيح باليقظة عندما قال في أعمال الرسول 26 ثلاثة إليكم أولا إذ أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره النقطة الثانية دي مهمة بمعنى إيه؟ في طريق حياتنا الروحية لو تعرضنا لمشكلة أو حد طريق شرير أو خطية لازم ربنا يسوع المسيح يرجعنا تاني للطريق المصبوط ويردنا عن الطريق الشرير زي ما حصل مع مثيلة كثيرة من أثناء السلب الرب يسوع مثلا طريق الشرير بتاع معلمنا بطرس الرسولي اللي أنكر الرب يسوع ورب يسوع رجعه تاني بقيامته الحلوة ومحبته الحلوة آخر بعد حشرحه النهاردة أن قيامة السيد المسيح له المجد هي إسرارنا على عدم الخوف من الموت فبقيامة ربنا يسوع المسيح له المجد من الموت قد تأكد في أسهاننا انتصارنا على الموت إن قتل المسيحين مؤخرا في أماكن عديدة مثل نيجيريا والهند وسيري لانكا وحتى في أماكن متعددة في العالم لن يخيف المسيحيين أبدا ليه؟ لأنه المسيحيين عندهم إسرار ما يخافوش من الموت هم الشجعان ولو رجعنا بالقرونة الأولى حنلاقي من منذ القرن الأول نحن معرضين للإبتهاد وحتى معلمنا كاروزنا العظيم ماري مرقوس وكل أبطال الكنيسة تقريبا في زمرة كبيرة من الشهداء وعلى رأسهم القديس العظيم ماري مرقوس إذن نحن لا نخاف من الموت هل قتل المسيحين في البلاد اللي أنا ذكرتها دي هيخوف المسيحين أن يروح الكنيسة أبدا ده مش بيخوفنا بالعكس ده بيزيد إيمان ويدينا قوة روحية وقرأة روحية عالية هناك تقارير تفيد بأن ما يقرب من 300 شخص قد قتلوا في سبع قرى تقتلها أغلبية مسيحية في أولاد الكادونة بنييريا وذلك حصل في شهرين بس في مارس وفبراير 2019 وفي الهند تشير التقارير بأن التعصب ضد المسيحين في جامبه وكشمير يبلغ نسبة تنظر بالخطر ومؤخرا التفجيرات التي حدثت بسريلانكا أدت إلى قتل 321 مسيحي في سريلانكا يوم الأحد الماضي اللي هو كان 21 أبريل 2019 كل هذه الأحداث لا تخيف المسيحين بل تعطيهم نصر على الموت لأنه نحن المسيحين ليست لنا هنا مدينة باقية بل نطلب العتيدة الشهداء المصريين الأبطال اللي قتلوا في ليبيا الواحد وعشرين شهيد على يد داعش هؤلاء الشهداء لم يخشوا الموت لأنهم يؤمنون بقوة القيامة أو الانتصار على الموت وعايز أقول لكم حاجة على شهداء ليبيا ديل بشهداءهم بشهادتهم للمسيح وعدم خوفهم من الموت أصبحوا هما أداة للكرازة للكنيسة القبطية الأرثوكسية حتى في اليابان وعايز أحكي لكم قصة صغيرة جدا حصلت في اليابان بسبب يعني كرازتها ولاية الواحد وعشرين شهيد في واحد شاب ياباني اسمه توماس وكان بخاف جدا من الموت وبعد كده يا حبائي لما شاف الفيديو بتاع الواحد وعشرين شهيد الأقباط الأرثوكس في ليبيا وما يش خايفين من الموت يقول لمراته اليابانية ليه الناس دي مش خايفة من الموت تعالي نبحث مين الناس دي وهو شاطر هو آي تيمان فابتدى يشرح في الانترنت ويبحث عرف انه الناس دي الأقباط الأرثوكس بحث عن الكنيسة القبطية الأرثوكسية في اليابان وعرف انه لينا كنيسة هناك وراح في الكنيسة وتعمد وأصبح شماس وهو مراته آمنه واسمه توماس الآن إذن شهداء ليبيا مخافوش من الموت وكانوا كراز لنا حتى في اليابان في البلاد البعيدة لقد أكد القديس العظيم بوليس الرسول على هذا المبدأ عندما قال في رسالتي لأهل الرومية أصحاح خمسة وآية ستة لأننا إن كنا قد سرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته إذن نحن من خافش من الموت لأنه بنؤمن بالقيامة من الأموات ولينا مدينة باقي مع يسوع في السموات في ملكوت السموات فلنصلي إلى الله الذي قام من الأموات أن يمنحنا جميعا أن نستمر في الحياة الروحية القوية ونستمر في جهادنا حتى لو الطريق بتاعنا حصل فيه تعب ونستمر في عدم خوفنا من الموت أبدا لأنه نحن أبناء الرب يسوع القائم من الأموات نسأل ونطلب إلهنا الصالح الملك الرب يسوع المسيح الذي قام من الأموات أن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام البابا البطريارك الأنبات ودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريارك الكراز المرقصية يحفظ لنا سنين طويلة وأزمنا سلامية هادئة مديدة وأن يحفظ المسؤولين على بلادنا الحبيبة مصر وأن يحفظ المسؤولين على بلادنا الحبيبة أستراليا وأن يمن بسلامه على بلاد العالم كله وخصوصا الشرق الأوسط ويريد ربنا يدينا نعمة وبركة ويمني بسلامه على السودان الذي يمر بظروف صحبة هذه الأيام أيضا نصلي للرب أن يعطي بسلامه لكل البلاد المتحدة التي فيها اتهاد للمسيحين زي نرجيريا وسيرلانكا ومصر والهند والبلاد الثانية ربنا يديهم نعمة وبركة الله قادر أن يعطينا كل محبة وسلام وفرح في الرب يسوع المسيح القائم من الأموات لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد آمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة